تسهيل مساطر إدارية لجالية مقيمة بالمهجر للاستثمار ببلادنا لسيدات السادة النواب المحترمين من فريق الأصلة والمعاصرة الرئيساء، سيد الوزير، سيدات والسادة النواب المحترمون نسائل لكم سيد الوزير على الضعف استثمار مغاربة العالم والإجراءة المتخدة لتسهيل وتبسيط مساطر الإدارية وشكرا شكرا السيد النائب جواب سيد الوزير شكرا السيد الرئيساء السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا السيد النائب على هذا السؤال بالفعل نفتخر بها الجالية المغربية مقيمة بالخارج وهي عندها خبرات وكفاءات يجب التعانة بها وتعزيز التعاون معها طبقا لتعليمات صاحب جالة الملك محمد السادس نصره الله حيث نعقد الاجتماع التاسع للجنة الوزيرية لشؤون المغاربة المقيمة في الخارج وشؤون الهجرة برئاسة السيد الرئيس الحكومة بتاريخ ثلاثين غوشة الماضي كما أن الحكومة تعمل حاليا على وضع آليات دعم ومواكبة مناسبة لفائدة مغاربة العالم خاصة وأنهم يمثلون حوالي 5.8 مليون سما تقريبا 16% من المغاربة كما أن تحويلاتهم بلغت حوالي 93 مليار درهم في سنة 2021 وإن شاء الله هذا العام 2022 سوف نصل إلى 100 مليار يمكن حتى نفوت 100 مليار درهم ولكن النسبة للتحويلات قد تداش عشرة في المياه تتوجه الاستثمارات وفاقت جوش في المياه تتمشي الاستثمارات المنتجة والهدف دينا هو الرفع من حجم وحصة هذه الاستثمارات المنتجة وتجد الإشارة أن المتحدة شكرا سيد الوزير والتعقيب لسيد النائب المحترم قلت بأن جالية المغربية تنتلل 5 مليون تقريبا نسمة تقريبا 16 مئة من ساكنة المغرب تزع على تقريبا 120 دولار وبالموازات مع الأهمية الاقتصادية هذا الناس يلعبوا واحد ذور كبير في الديبلومواسية الموازية وتمتلوا واحد صوفت بور بنسبة البلد فكيف قلت سيد الوزير بأن المغاربة في الخارج تحولوا 93 مليار أكثر من 9 مليار درهم في السنة تقريبا 8 مليار نقاط من النتيج داخل الخام وعرفت فقدان نقطة من النتيج داخل الخام تدعية ديالها على الاقتصاد على الشغل كذلك على مالية الدولة فسيد الوزير فيها 93 مليار كيف قلت بأن 25 تتمشي التضامن العائلي 15 في المئة تتمشي الإضخار و10 في المئة تتمشي الاستثمار الاستثمار كله تمشي العقر تقريبا وهذا الشي راجع لعدم تيقى في الإدارة المغربية قصنا تعامل سيد الوزير مع هذه الشريحة بطريقة أخرى بعقلية أخرى لأن تقريبا 95% تسكنوا في دول جد متقديمة وطنطحوا في أغلب الأوقات تقارنوا بين الإدارة في البلاد الساكنين في الإدارة المغربية سيد الوزير الآن نحن نتحدثوا على الجيل الثاني والجيل الثالث تقريبا جيل الرابع فكان مشكلة للغاية كان مشكلة للتقافي بعد الأحيان خصنا نقوي العلاقات نشابه العلاقات والاستثمار أحسن وسيلة لذلك وشكرا شكرا سيد نائب محترم هل هناك من تعقيف إطار المادة 267 سيد نائب محترم شكرا سيدة رئيسة سيدة سيدة الوزير بالنسبة للمغربات العالم كما تعرفوك يكون عنده غلاف مالي صغير لا يجعله إستثمار ولا ما عندهش واحد رؤية على الاستثمارات الموجودة حنا باش نشجعه كان نظن لك أن يمكن خلقه واحد صندوق رأسمال فون دابي سيسمون ليكون رأسمال ديالو مغربات العالم اللي هو يكون إطار الشركة اللي هي تكون صندوق وطني باش يكون عنده واحد لقوع وهذاك الصندوق هو اللي بدي يدير شركات على السعيد الوطني يدخل في مشاريع كبيرة وتا هو غدي دعم من من الرشاق الانفستيسمون في هذا البروجي ويكون في واحد المليموم غارنطي ديالعائدات باش تا هوك يكون الاستثمار ما فيش مخاطر كبيرة شكرا 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 سيد النائب المحترم إذن كلمة لسيد الوزير شكرا شكرا سيدة الرئيسة بالنسبة للتدخل كان واحد دسك تسميه الديسك باش نشجعوا المغربة مقايبة الخارج شكرا شكرا السيد الوزير